ما زال الحديث موصولاً في أحداث غزوة الحديبية وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منطقة عسفان وإذا بكتيبة خالد بن الوليد أمامه وحانت صلاة العصر فنزل الوحي بتشريع صلاة الخوف فكانت أول صلاة خوف صليت في الإسلام كانت في غزوة الحديبية ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفادى الاستدامة مع خيلي الكفار فقال لأصحابه من يخرج بنا على طريق غير طريقهم فقال رجل من الصحابة أنا يا رسول الله أسلك بهم طريقاً وعراً حتى استطاع أن يلتف خلف كتيبة المشركين وصل المسلمون إلى ثنية المرار وهناك بركة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فلم تتحرك حاول الصحابة فيها ولكن دون جدوى ثم زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته فوثبت وسار حتى نزل بأقصى الحديبية فلما اطمعن بالحديبية جاءه بديل بن ورقا في نفر وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن قريشاً قد خرجت لقتالك وصدك عن البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لم نجئ لقتال ولكن ناجئنا معتمرين